اشتركوا في القناة المركزي بنوكا تجارية اليوم الأربعاء بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5% وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5% وقال المصرف إن هذا سيطبق على جميع الودائع جديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر واضف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة المحلية وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل الاقتصادي كامل وزنه سيد كامل كيف تقرأ قرار مصرف لبنان المركزي الصادر اليوم وهذا التوجيه بالنسبة للبنوك المحلية بشأن أسعار الفائدة يعني هذا القرار كان متوقع من الحاكمية بعد الاجتماع الذي حدث في بعبدة هناك حالة ركود كبيرة موجودة في البلد وطبعا هناك تكلفة اقتصادية لهذه الفوائد المرتفعة على الجميع فلذلك لتسيير أمور الناس تم تخفيض هذه الفوائد على أمل أن تنسحب هذه التخفيضات على القرود المعطاة من البنوك باعتبار أن هناك فوائد ارتفعت بشكل جنوني في الأيام الأخيرة على سبيل المثال يعني هناك قرود ارتفعت من 9% إلى 18% وهناك قرود ارتفعت إلى حدود 21% ما دون العشرة بالمئة وهذا يعني يشكل إفلاسات لكثير من الأشخاص لكن على المستوى الآخر عندما تحصل إداعات في البنوك فأيضا التكلفة لا تكون كبيرة أيضا للمصارف على هذه الإداعات وهنا يتم تسييل الأمور باعتبار اليوم يعني الهم الأكبر أنه ما يحدث داخل لبنان أكثر مما يحدث خارج لبنان باعتبار ربما أن التحولات وتدفقات المالية هي لن تأتي في هذا الوقت بعدما شاهدناه من أزمة أزمة المصارف وكيفية التعاطي مع هذا الموضوع نعم وطبعا ما يعرف بالحجز على الأموال أو الـ capital control غير المعلن من قبل المصارف وما تقييمك سيد كامل لهذه النسبة من الخفض ومدى قدرتها على تحقيق الأثر المرجو منها يعني لنكن واضحين اليوم الهم اللبناني الأول هو هل سوف يحصل على أمواله أو لا يحصل على أمواله بغض النظر إذا كان يحصل على الخمسة بالمائة أو تماني بالمائة هناك تخوف كبير لدى اللبنانيين بأن هذه الإداعات التي التي وضعت في البنوك قد لا تكون يعني مؤمنة بالكامل وطبعا هذا يعني أصبحت الفائدة شيء استثنائي لكن على المدى الطويل إذا أرادت البنوك أن تستقطب أموال من الخارج باعتقاد هذه الفوائد لا تمثل حالة المخاطر الموجودة على يعني جلب الأموال من الخارج نعم مقارنة بأسعار الفائدة العالمية يعني كيف تنظر إلى هذه النسب التي حددها مصر في لبناني ومدى جاذبيتها لإيداع الودائع في المصارف اللبنانية يعني هذه لن تأتي كما قلت هذه الفوائد هي للاستهلاك المحلي وللداخل اللبناني باعتبار أن نسبة المخاطر والاستقطاب الأموال هي لن تأتي بالتحديد من الخارج الاختراب اللبناني عندما تم يعني وضع هذه القيود الشديدة على سحب الأموال من قبل المودعين بالتأكيد هؤلاء لن يجلبوا أي أموال من الخارج لكن هذه معمولة للداخل اللبناني وللداخل اللبناني مقارنة مع الفوائد العالمية هي نسبة لحجم المخاطر في لبنان بالتأكيد هي منخفضة نسبة لحجم المخاطر وهذه طبعا هذه يعني إذا تم تطبيقها من قبل المصارف ولا أعلم إذا سوف يحدث هذا فهي يعني تكون ممتازة للطرفين في هذا الوقت المهم اليوم هو منع الإفلاسات في كثير من القطاعات اللبنانية خاصة أن المصارف اتخذت قرارات كانت متشددة وقاسية على القطاع الاقتصادي وعلى الدورة الاقتصادية وربما هذا بحاجة هذا القرار إلى توضيح أكثر ولنرى إذا كانت هذه المصارف سوف تخفض أيضا فوائدها على القرود المعطاة باعتبار أنها في الأيام الأخيرة في بعض الأحيان ضعفت نسبة الفوائد على القرود المعطاة يعني عندي لدينا أصدقاء في هذا القطاع يعني دوبلت تمت مضعفة الفوائد في بعض الأحيان من 9 إلى 18 ولحظناها ذهبت من 9 إلى 21 لبعض المصارف لكن البعض الآخر ماذا يلتزم حدود ما يسمى الـ 14% أو 13% وليس هناك يعني السعر موحد لهذه المصارف في لبنان وهذا ربما بحد ذاته هو مشكلة لعامل الثقة كيف تلتزم هذه المصارف وربما هذا هو السؤال الأخير سيد كامل يعني مسألة الثقة أزمة الثقة التي أقرأها بين سطور في كلامك عن هذه الأزمة ما الحل يعني لتجاوز هذه الأزمة يعني اليوم الحل هو حل سياسي بالتأكيد وليس يعني جزء من الحل على الأقل جزء من الحل هو حل سياسي ملء الفراغ تشكيل حكومة القدوم بكفاءات لتدير أزمة هذه البلد وحتى الآن ربما نحن نناقش هذا العمل حتى الآن هناك حديث عن بدء استشارات نيابية لعملية تكليف حكومة قد تستغرق بعض الوقت هذا الفراغ قد ضر بالثقة وزاد من حدة المخاوف وطبعا هذا أثر على كل شيء في الداخل وبالخارج حتى تعود الأموال من الخارج بحاجة إلى أن نبني الثقة وهذه ربما تستغرق أعوام لإعادة الثقة إذا استطعنا شكرك شكرا جزيلا المحل الاقتصادي كامل وزن كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت قال المستشارون المليون للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية إن طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بالطرح المزمع فاقت المعروضة بثلاث مرات تقريبة واستقطبت الطلبات أوامر اكتتاب بقيمة 50 مليار و400 مليون دولار وقالت سانبا كابيتل والأهل كابيتل وHSBC العربية السعودية إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5 مليارات و900 مليون سهم حتى الآن من المؤسسات في أول 17 يوما من الطرح العام الأولي ارتفع صاف الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 96% إلى 28 مليار و753 مليون دينار مقارنة مع 26 مليار و900 مليون دينار في نهاية 2018 وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية سبتمبر الماضي بلغ 16 مليار و250 مليون دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12 مليار ونصف المليار دينار ويشكل صاف الدين العام الأردني ما نسبته 92.5% من الناتج المحلي الإجمالي قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء أنه تم توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة مليار و100 مليون دولار في عام 2020 وأضفت الوزارة أن الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير من عام 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار من جهة أخرى قال البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45 مليار و354 مليون دولار في نوفمبر من 45 مليار و274 مليون دولار في أكتوبر السابق عليه وهذه جولتنا في السوق ما زالت معكم مشاهدين الكرام من القاهرة متواصلة وفيها نتابع بعد الفاصل توقعات بتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة والصين رغم تصريحات ترامب أهلا بكم من جديد في السوق ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر اليوم أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الاتفاق على حجم الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها في اتفاق المرحلة واحد التجاري من جانبه رفض وزير التجارة الأمريكي تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين مضيفا أن التوصل إلى اتفاق ملائم أهم من التعجل وإبرام اتفاق بحلول نهاية العام الحالي أو حتى العام المقبل وكان ترامب صرح بأن الاتفاق قد ينتظر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر من عام 2020 الأمر الذي دفع الأسواق المالية إلى الهبوط وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن المحل الاقتصادي دكتور محمد حيدر دكتور حيدر يعني ربما خبران متناقضان بشأن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والصين ففي حين تشير المصادر إلى بلومبرغ بقرب التوصل إلى هذا اتفاق اتفاق التجارة واحد وأيضا التصريحات الأمريكية سواء من ترامب أو من وزير تجارته بأن الأمر قد ينتظر إلى ما بعد العام القادم أي التوقعات أصدق؟ شوف هناك أكثر من سبب ما يجعل الأسواق متشائمة جدا يعني هو الأسباب كانت اجتمعت مع بعضها البعض أولا تصريحات ترامب والتأجيل واتهامه بأنه يحاول أن يؤجل هذا الاتفاق لأسباب انتخابية لأن تأخير هذا الاتفاق إنجاز هذا الاتفاق الآن ممكن أن يتموت مفاعله في الوقت الذي يكون هناك فترة الانتخابات التأجيل هو لصالحه ليخدم أغراضه الانتخابية ثانيا هناك اتهمات له أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية واجهة أجهة المخابرات تتهمه أنه يعيق التحقيقات أيضا بشأن قضايا أخرى ثالثا هناك أرقام لم تكن مشجعة عن الإحصاءات عن أداء الاتصاد الأمريكي بهذا الوقت إضافة إلى تصريحاته بشأن أوروبا بأنه سيزيد الضرائب على فرنسا وعلى عدل وعلى سلع أخرى كل هذه الأمور مجتمعة لم تكن طبخة جيدة بالنسبة للأسواق التي يستغيثوا رائحتها فبالتالي كان هذا النوع من التشاؤم وتراجعت الأسهم في بورصة نيويورك داون جونز بحدود 250 نقطة نعم في اليابان أيضا وفي بقية الدول الأوروبية ولكن بماذا تبرر إدارة تراب هذا التأجيل يعني ما الذي تقوله وتسويقه للناس عن أسباب تأجيل توقيع الاتفاق مع الصين حتى اللحظة يعني قد يكون هو لديه نوع من الترتيبات الخاصة بالنسبة إليه لا يستطيع أن يتعاطى مع مسألة الآن هو موجود في بريطانيا في قمة الناتو يعني بالذكرى السبعين لتأسيس الناتو فهو لا يستطيع أن يجمع كل هذه الأمور يعني في فترة قصيرة لأنه ليس إنجاز بالنسبة له فبالتالي يحاول أن يؤجل هذه الخطوات إلى بعد لكي يعرف كي يستفيد منها وإلا ما هو العائق أو السبب الأساسي لأن يؤخر اتفاق بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وهو أمر تنتظره كل الأسواق في العالم لكن ترامب لا يهم هذا الأمر يهمه ويعرف متى الاستفادة والكسب من هذه المسألة فبالتالي لا يمكن أن يحاققوا هذه مع بعض البعض إضافة إلى التوترات التي كان هو سببها بمحاولة أنه الأمريكيين السيطرة على الجهاز الصحي أو القطاع الصحي في بريطانيا الأمر الذي أثار حفزت كثير من البريطانيين والأوروبيين في هذه المسألة أيضا شكرا جزيلا دكتور محمد حيدر المحلق صديقي كنت معنا عبر الأخمار الصناعية من العاصمة البريطانية لندن قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني بين عامي 2000 و2017 بسبب الإجراءات الإسرائيلية بأكثر من 47 مليار و700 مليون دولار أمريكي وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عنها للتجارة والتنمية إن إسرائيل تحرم الحكومة الفلسطينية من السيطرة على مواردها المالية الأمر الذي ألحق بالمواطنين خسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأشار تقريره إلى أن هذا المبلغ الضخم كان يمكن أن يوفر نحو مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاماً لو تم استثماره في الاقتصاد الفلسطيني وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأخمار الصناعية من رمالة المحلل الاقتصادي محمد عبد الله سيد محمد خسائر بنحو مليارين ونصف إذا تم تقسيمها على الأعوام الثمانية عشر مليارين ونصف المليار دولار سنوياً حددها تقريره الأممية عن الاقتصاد الفلسطيني ما مدى صحة ودقة هذا الرقم من حيث المبدأ نعم التقرير اعترف أن هذه أرقام تقديرية وقريبة من الواقع وللتأكيد هنا التقرير يتحدث فقط عن الإرادات المالية الحكومية ولا يتحدث عن إجمال خسائر الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي تقديرات الأونكتاد بمتوسط مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي سنوياً هي قد تكون قريبة من الحقيقة لسبب أن الإرادات المالية للحكومة الفلسطينية دائماً ما تقول الحكومة الفلسطينية أنها تفقد نحو ثلثي إراداتها سنوياً بسبب الاحتلال الإسرائيلي بسبب التسرب الضريبي من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل وإرادات أخرى تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن الحكومة الفلسطينية وتبقى لديها تنفيذاً بالبروتوكول باريس الاقتصاد وهناك إرادات أخرى لا تذهب لا للجانب الفلسطيني ولا للجانب الإسرائيلي ويكون هناك تهرب ضريبي خاصة في الموضوع التجاري النقطة المهمة جداً في هذا التقرير أن هذه الأرقام لا تشمل كل الخسائر على سبيل المثال ذات التقرير صدر عام 2017 ذكر أنه إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم سيطرة الفلسطينيين على المناطق المصنفجين تبلغ سنوياً 3 مليارات و 500 مليون دولار أمريكي سنوياً وبالتالي وبالمقارنة أيضاً بالناتج المحلي الفلسطيني والإسرائيلي تجد أن هذه الأرقام التقديرية هي أقل من الواقع من جهة وأنه الكلفة الإجمالية للاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الأقل على مناطق فلسطيني عام 1967 هي تفوق هذا المبلغ بنسبة الضعف إلى الضعفين تقريباً سنوياً كيف يمكن أن يستفاد من مثل هذه التقارير في الموقف التفاوضي الفلسطيني للإفراج عن مستحقاته لدى السلطة الإسرائيلية؟ نعم هنا أعتقد أنه ستكون هناك وجهين إلى هذا التقرير وجه سلبي وجه إيجابي الوجه الإيجابي يتمثل بأنه هذه ورقة إضافية لإعادة فتح بروتوكول باريس الاقتصادي لتعديل عديد البنود التي ترى الحكومة الفلسطينية أنها مجحفة بحق المالية العامة لها في هناك جانب سلبي أيضاً وورد كثيراً خلال اليومين اليوم ويوم أمس أنه أصبحت هذه المنظمات تضع الاحتلال بأرقام وأنه العامل الأهم هو احتلال الأرض هناك خسائر لا توضع في ميزان الأموال وبالتالي وجد عديد من الباحثين اليوم ويوم أمس وعديد من الاقتصاديين أن هذا التقرير ركز مؤخراً منذ عام 2015 إلى عام 2019 على الخسائر المالية فقط وذكر فقط موضوع الربح والخسارة وهذا من وجهة نظر بعض الاقتصاديين وحتى المسؤولين في الحكومة الفلسطينية كما سمعتم يتحدثون اليوم أنه قد يكون خارج الحدود الفلسطينية ليس في صالح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نعم لكن أيضاً التقرير أشار إلى تسرب حوالي 6 مليارات و600 مليون دولار خلال هذه الفترة من 2000 إلى 2017 يعني من جانب السلطة الفلسطينية بما يقدر تقريباً بحوالي ثمن هذه الخسائر المالية ما رأيك في هذا التقدير؟ هذا التقدير بالرجوع إلى بيانات الدفاتر المحاسبية للحكومة الفلسطينية وهنا الرقم يتحدث عن خسائر مالي ناتجة عن التهرب الضريبي هذا الرقم بالتحديد وتسرب ضريبي آخر بسبب عدم وجود دفاتر محاسبية للتجار أو المستوردين من الخارج وبالتالي هذا الرقم تقييسه الحكومة الفلسطينية بناء على ما وردها فعلياً من دفاتر ضريبية رسمية وحجم السلع الموجودة في الأراضي الفلسطينية يعني حجم الإرادات الضريبية هو تقريباً يقل بنسبة 40 إلى 50% وفق أرقام مزارة المالية الفلسطينية عما يجب أن يكون عليه بالتالي ترى الحكومة الفلسطينية أن موضوع ما تخسره من إرادات ضريبية ناتجة عن التسرب أو التهرب الضريبي نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على المعابر سواء كان البرية أو البحرية وعدم وجود حرية تنقل جوية يجعل من هذا الرقم قابل للزيادة خلال السنوات اللاحقة مع النظر إلى أن حجم التجارة الخارجية الفلسطينية يزداد بشكل سنوي شكراً جزيلاً المحلل الاقتصادي محمد عبدالله كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من رام الله إذن وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم وفي الختام دوماً تذكرة بأهم ما جاء بالجولة من عنوين المركزي اللبناني وجه البنوكة بوضع سقف لأسعار الفائدة على الوداء طلبات اكتتاب آرامكو في شريحة المؤسسات تفوق المعروض ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة